وننسى الأهلي طبعاً هي أصعب حالاً على الأهلي فكرة الخسارة الأولى في الدوري وفكرة العودة من انتصار وهو برضو عامل تغييرات عامل تغييرات هو كمان عن الماتش اللي فات برضو أخطاء بالجملة بينما تقدم الأهلي عن طريق مودست في الديقة أربعة مستغلاً تصويب امام عشور بجملة حلوة من رضا سليم وعلي معلول وعلى خط الثمنتشر يشوت امام يصدها أبو جبل تقع من ايديه يكمل عليها مودست يتقدم بينجح كريم بامبو في إدراك التعادل سريعاً في الديقة سبعة لكن ما خلصتش الشوت الأول بهذه النتيجة لأنه رضا سليم استغل خطأاً دفاعياً من محمد عبدالغني حاول يرجع الكرة لأبو جبل الكرة زحلقت على راسه رضا سليم استقبلها راوغ أبو جبل وسجل هدفاً بقت اتنين واحد بالمناسبة في اللقطة الأولانية الصورة لسه جاية هنقف عندها ثانية كده نرجع لها بتاعت امام عشور بعد ما امام شاط وقعت من إيد أبو جبل راح امام بيواسي أبو جبل اللي قال له وعاديك يعني زي ما قدامنا في الصورة كده وعا رفض انه يواسيه فامام استغرب والدايق وراح شاور له كده وهو ماشي يعني فيه ايه يعني فاللعيبة راح تواخده امام أفشا ومود استخدوه وقال له تعالى تعالى خلاص هدي نفسك وما تركزش مع القصة هيا يعني امام لقطة حلوة شيك منه يعني ما اعتقدش ان كان فيها حتى كد يعني فيه ابو جبل انتو في الاخر اتنين زمايل في المنتخب لكن ابو جبل مدى من انه اخطأ فما تقبلش المواساة لكن لقطة في الاخر عادية بتحصل في الملاعب يعني انما من امام كانت لذيذة الحياة حلوة يعني من امام مموما بعد الجول التاني اللي اخطأ فيه من جديد خطأ دفاعي فريق البنك الاهلي الكابتن طرق مصطفى قال لك لأ بقى كفاية بقى اخطأ دفاعية رح عمل تلات تغييرات بي كان بيلعب خمسة تلاتة اتنين قرر انه يطلع محمد عبدالغني وينزل احمد الندري يحطه في نص الملعب يطلع محمد بسيوني اللي كان بيلعب كوينج باك ناحية اليمين وينزل اسامة فيصل عشان يدعى من ناحية الهجومية يطلع محمد فتحي من نص الملعب كمان وينزل موسى الفراوي فيلعب باك فتبقى الطريقة اربعة تلاتة تلاتة ويتحسن اداء البنك الاهلي نوصل ده كل ده في الدهاء كام 37 التلات تغييرات نقطة تحول واضحة جدا البنك الاهلي اللي جاي من خسارة من فرقه في الجولة اللي فاتت برضه قاتلة بسبب اخطاء دفاعية بين عبدالغني وابو جبل وسعيده سامبوريه تحسن اداءه وفضلة المباراة مفتوحة وحلوة قوي ينزل الشوت التاني من جملة احلى اعتقد هدف في المباراة النهاردة ما بين لعيبة البنك الاهلي ايمن اشرف كان رمانة ميزان في الهجمة دي بيباصي هنا بترجع له الكورة يباصي هنا يلعب لهلال ما بين هلال وايمن اشرف وان تو هلال فاجئ الكل مشاهدين ومدافعين وحارس مرمى فبيلف بجسمه بيشوت في شباك مصطفى شبير عشان تبقى النتيجة اتنين اتنين ندخل بعد كده لتغييرات يجريها مرسيل كولر اطلع يا ريدا سليم انزل يا حسين الشحات اطلع يا كريم فؤاد انزل يا طاهر لان قبلها على طول كان كريم مضيع وريدا سليم مضيع طاهر بيعود للمشاركة النهاردة على فكرة كان على مقاعد البودالق احمد عبدالقادر لأول مرة بعد غياب وزي ما قدامنا في التشكيلة كان ندفد هو البديل نزل مكان امام عشور فيه 3 تغييرات ما عداش خمس دقيقة على الثلاث تغييرات دي ومن جديد مصطفى شوبير بيلعب كرة طولية بعد ما عملها في الجول التاني المرة دي طاهر بيلعب لأفشة أفشة بيلعب عرضية للشحات اللي سجل في شباك محمد ابو جبل بقى الثلاثة اتنين فضلة المباراة برضو مفتوحة ومحمد هاني اللي نزل مكان اكرم توفيق استقبل هو وزملائه هدفا جديدا هذه المرة عن طريق سعيدو سمبوري سعيدو سمبوري برضو مستغلا خطأا دفاعيا ما بين رامي ربيع ومصطفى شوبير لاموا اللي اتنين بعض على الكرة تقع الكرة من مصطفى شوبير يحاول شتتها رامي تقع من رجلي تقلش تجي في ايديه تقع قدام سعيدو سمبوري اللي سجل هدف التعادل في الديها 84 من زمن المباراة بعد برضو ملكابتن طارق مصطفى قرر انه يفتح الجزار يخرج وينزل جرندو مفيش خلاص انا قررت مش هضيع نقاط المباراة وعلى اللي هاخد نقطة خد التعادل ورفض ان تنتهي المباراة بالتعادل لان يوقع النور اللي كان صنع الهدف الاول لكريم بامبو سجل هذه المرة بأسست احمد الندري هدفا قاتلا في الديها 94 ليفوز البنك الاهلي اللي بدأ المباراة بهذه التشكيلة ثلاث نقاط للبنك الاهلي تخلي رصيده 15 نقطة بنفس رصيد الزمارك انتصار جديد والاهلي يتوقف رصيده عند 17 نقطة لكن طبعا من 8 مباريات في المركز العاشر جنان 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 والجنان استمر على فكرة لانه ما خلصش عند كده لانه في ملعب مباراة زاد افسي مع المصري في البرج العرب انتهت المباراة بالتعادل 22 البنوبي هو اللي سجل الاولاني لزاد وتعادل المصري عن طريق محمد الشامي في الديها 80 شاد حسين بعد ما كان سجل وتلغاله سجل من جديد بقت 2-1 في الديها 98 المتقلق ميدو جابر من ضرب الجزاء بيسجل هدفا ثانيا للمصري 2-2 لينفرد المصري بصدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة جنان ترجمة نانسي قنقر